اشتركوا في القناة حماية المدنيين في سوريا الذي يعرف باسم قانون قيصر حيز التنفيذ عقوبات امريكية جديدة على نظام الاسد هدفت لزيادة العزلة السياسية على النظام وحجب ايراداته المالية ومعاقبة حلفائه وتجميد مساعدات اعادة الاعمار بغية اجبار النظام على القبول بالحل السياسي على اساس قرار مجلس الامن 2254 العقوبات الامريكية شملت كل الجهات الدولية والاقليمية التي تتعاون مع النظام واستهدفت عشرات الاشخاص والكيانات التي تعمل لصالح الاسد في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطائرات والبناء والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام كما استهدفت العقوبات المصرفة المركزية في سوريا ومسؤولين رفيعين في حكومة الاسد على صعيد اخر بدأت السلطات الامنية والقضائية في عدد من الدول الاوروبية التحقيق في قضايا تتعلق بمسؤولين وعناصر مرتبطة بالنظام صاروا لاحقا لاجئين في اوروبا انوار رسلان واياد الغريب الضابطان السابقان في مخابرات نظام بشار الاسد خضعا للمحاكمة في المانيا بتهنة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اول محاكمة في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بنظام الاسد ايضا السلطات الالمانية اعتقلت الطبيب السوري علاء الموسى المتورط بجرائم قتل وتعذيب اثناء خدمته في المخابرات العسكرية التابعة للنظام في مدينة حمص اما كوبنهاجن فسارت على نفس الخطاة وبدأت بفحص قضايا للاجئين من مؤيدين نظام الذين يشتبهوا بارتكابهم جرائم حرب وعمليات تعذيب وقتل اما على صعيد جرائم النظام في سوريا فقد حملت منظمة حظر الاسلحة الكيموية في نيسان 2020 لأول مرة وبشكل واضح نظام الاسد مسئولية ثلاث هجمات بالاسلحة الكيموية استهدفت مدينة اللطامنة بريف حماس شمالي اواخر آذار 2017 على اثرها قدمت الولايات المتحدة الامريكية وخمس واربعون دولة اخرى مشروع قرار الى مؤتمر الدول الاطراف في المنظمة بغية محاسبة نظام الاسد على استخدام السلاح الكيموي ضد السوريين اليوم وبعد انتهاء 2020 هل ستستمر التحركات الدولية الخجولة ضد الاسد ام ان عام 2021 سيحمل في طياته تحركات فعلية تطيح بالاسد ونظامه وتحمل الفرحة الى قلوب الشعب السوري